اشتركوا في القناة السبب ما يملكونه من ابداع ومكنون شعري بداخله تحس موهبتهم اكبر من عمرهم ايضا طبعا هذا الكلام هو موجامل ليش لانه اكو كم شعري وكم من القصائد هي تدلل على هذا الكلام اليوم ويانا واحد من هاي النماذج اللي نتأمل ونتوسم بهم كل الخير كتبوا شعر بطريقة لطيفة كتبوا شعر بطريقة جميلة تحس الشعر مو استعراضي بقدر ما هو شعور من الداخل ينزل على الورقة وتقال لحضراتكم القصيدة اقصد اقدم لكم اياه الشعر اليوم وحقيقة انا منتظر تعليقاتكم وآراءكم خصوص هذا الشعر اتمنى ما تركون ولا كلمة يقولها لان شعر جزل رحموا معي بالحبيب فهد عادل حياك الله ابو الاكبر طبعا انا اخجل من المديح وهذه الامور شكرا اليك على هذا الكلام او للاشياء اللي اتطرقت اليه ان شاء الله نكون على هذا القدر من المسئولية وان شاء الله نكون على تحسن ظنك وظن الجميع ونعم منك شن اخبارك والله هنا ما مننا الله انت شونك زين زين والحمد لله الحمد لله العش اللي دخلت بي حديثا اشلونه والله نعم الحمد لله يعني جو خلق عندي هواي اشياء باعتبار انه اعرفك واعرف حركاتك او تحركاتك يقولون اللي جمالية الموضوع من يجي بصعوبة اعتقد عشك منه بصعوبة بالضبط واكو اشياء يعني انا املك انسانة عظيمة يعني شايف هاي انه انت تكون بقمة التعب ايه من ترجع ترجع للبيت هاي من الشغل من الشغل ايه واستجاب الحمد لله والشكر يا الله شفتك النور السطع فجأ وضويت بنص ظلام ايام واسنين العمر اسأل بأي علم انطيك الجواب ليش لا تسألنا حبك وش كثر لأدربين من نوقف اقبالك اضيع والقروح بضحكتك رشة عطر في دول عيونك في قدبي هم جمال عيونك ترجعني لأيام الزغر اركض واقف وطيح وانكسر هاي اول مرة اتغزل وحير وهاي اول مرة يخذ النشاء الله 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 هاي للزوجة ايه هاي شايف مرات مني يخذلك الكلام ويخذلك الاشياء اللي انت متمكن من عدها وما تعرف توصل وفعز الكلام وسكت الكلام ما شايف انت في لحظة من اللحظات ودك تقول كل شي بداخلك ما تحس شي وصفه ما تحس اللي بداخلك فشي وصفه شينو هاي الاناقة والجوان هاي حقيقة هاي الاناقة من قبل الزواج ولا زواج الاعلاقة هو هم ومكمل يعني انت اخذت سيرل وديتها الهي اكيد هاي اختارت لي الملابس صدق والله ربي ربي يتم عليكم الله يسأل ربي يتم عليكم الله يسأل ايو الله انا فرحان اشكرك نشوفيك ناس سعيدين اشكرك نبعيشهم نتمنى لهم الخير ويا رب حياتهم لدهم مليئة بالسعادة اشكرك لك بالمثل اكثر يا رب استاهل انت الله يسأل فهد الحقيقة رأي تعليقك الكلام اللي قلت بحضرتك تحسه مجاملة لو تستاهله انا ما اقدر اقول هذا الكلام انا لحد الان جاي اختي خطوات اشوفها نوعا ما انه هي صحيحة اكو بعض الاخفاقات يعني ما اكو شخص معصوم من الخطأ تخطأ وتتعلم من الخطأ وتشوف انت على يا طريق جاي يسير طريق صحيح من اليوم يعدون الشعراء من الجيل هذا الحديث نعم فهد يعد ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ويعني انت جاي تسعة اكيد نسعة والسعي الطموح عالي طموح جدا عالي انت طالب اكيد انا طالب انت 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 طالب ومجتهد في مجال العمل نعم من الناس اللي يعملون اللي يأكلون خبزتهم من نذراعهم الحمد لله وهذا الشيء احييك حقيقة انا احييك الله يسلم هي حلوة حلوة المثابرة ومرات ترى اللقم الحلال يقولون ترى اللقم الحلال تلوق لي ليغبش ايه والله الله ايه من تطلع الصباح وأكون تعب اللي بينه وبينك هو هذول يعرفون التعب يقولون يعرفون الراحة يقول هو الشيء الذي يأتي بعد التعب لا راحة بدون تعب ايه مرات انت تشوف الاشياء اذا الدنيا تمشي كلها بفرح ما تحس اكو طعم ايه الحياة بلا مر عدم وجود التعب ما ينطقي من الراحة طبعا الحياة بلا مر مر شكرا والله انه قد تكون هي نفسها الصفات الإيجابية انا اشوفها سلبية بأوقات الصفة السلبية لك يعني حقيقة هذا الكلام ليس تصنع وقد يكون انه الاغلب يقول انه طيبتي ماذا ذاتني لكن حقيقا انه اطيبتي ماذا ذاتني الله ايه والله يعني الطيبة هوايه هوايه يا شاعر ما تعرف بك مهضوم يمه وقلب كل شي تعبان وله يا ربي من وضعي من الناس من حنيتي من كل شي مامي اصرتوين الاخ تيهة روح و تيهة تاليتي يا يمه ربيتينا حب كل الناس سمحي لقل لليش غلط تربيتي اوآخ المفروض عرف فكره وفارق وارتاح جاهزة كل ما تختلف وضعيتي الله بس أنت ضحكات تش صدق يمه وياغي اللي ضحكوه لي كلهم فرهدة وعافئتي الذوق ايه فلهذا السبب أنت مرات تشوف طيبتك واستغلالها يخليها صفة سلبية هم هذول الناس اللي أنت مخاطبهم نعم باللوحة والمقطوعة الشعرية كان أثرهم سلبي بحياتك بسبب طيبتك أو علاقتك أو مدى الهاك بحياتك أنت مرات منتحب شخص وتحب تقدم له كل الأشياء اللي أنت تشوفها نعم تحب يكون مبتسم ايه والله فمنتقدم له وهو يفسر هذا على أنه وضعه يفسر على أنه مسيتهم خلاص إن شاء الله أكيد نحن نتخطى ما نوقف صارك والله ايه والله نتخطى ما نوقف نتخطى عافية ايه الدنيا ما توقف على واحد ما توقف على واحد عافية تذكرهم مرات هذا السؤال يكون تناقض أيضا بس مرات لا لا هذا مال الدنيا ما تتوقف على واحد نقولها ونريد نكابر ايه ما تريد الصديق لا والله مرات الدنيا توقف على واحد يا ولد حتى من أنه أنت تذكر ليس شرط أن أنت واقف حياتك طبعا جسد تذكر محطة من محطات الحياة حتى الأشياء التي لا يوجدها دائمة تذكرها فيها الله بكل شيء اللي يجم بعدك ضحكة الناس بكل شيء اللي يجم بعدك ضحكة الناس الأغاني المطر ذكره بكل شيء لك ضام يلشمني بغيابك حتى الآذان قبل تذكره بكل شيء لك ضام وليا ربك وليا نفس الكسر بكل شيء اللي يجم بعدك ضحكة الناس الأغاني المطر ذكره بكل شيء لك ضام يلشمني بغيابك حتى الآذان قبل تذكره على صوته نصلي وننام ولأن نفس الكسر من نسمع الصوت أحطيه دع قلبي بكسرة الجاء واصل يا مرحلة ايه متناقض تحسه بالمشاعر لا أنت يا مواليد أنا 97 بس موال هذا الوجع ايه تستهل هذا الوجع بعدني صغير عليه بعدني صغير لا أنت إن شاء الله تشبير قدر الله يعزك بس بعد نصغير على الوجع يا أخي ايه كل شخص اليوم يقول لك أنا ما أستحق هذا بس أنت من تشوف نفسك تعامل الناس الطيب أو تكون نيتك حسنة وإزاء ذلك إنه المقابل أسألك سؤال وحرجك خلينا نقول أنا شخص هذا أعرفه يقول إن فرض المحال ليس بمحال نعم عدل وحسا دخلت إليك إن أنا من الكاميرا تخيله وقال لك أنا آسف وأعتذر رح تقوم بلعتبار ما شن تريدك تعتذر وتبرر وتفهم بس كنت منك منتظر أي كلمة من تجرحنا رد بسرة تحسك مهتم ضحيت بي يا بيا عقل صنتك رغم ضكني العطش يا زمزي آخ يا ربي خايف ضيعت عمري بيكبر ويتعلم آخ ضيعت عمري بيكبر ويتعلم وما تعلم فهد هذه مشكلة اليوم الحلقة اليوم الحلق راح سبب منه مشكلة والله سبب منه مشكلة بالله الكريم فهد عادل أنت من الناس المسالمين للعدائيين أنا من الناس المسالمين ما ما عندي عداء جيد أكو ناس يكرهوك أكيد يعني هو بديه يعني أبدا أنت مو عدائي مو عدائي يعني مرات أنه أنت تكون بمحطة دفاع عن النفس وهذا مو عداء فهذا شقد الناس اللي يحبونك يعني هواي ناس تحبني وتريد لي الخير وشقد الناس يكرهونك بالمقابل يعني أكو ناس تكرهك ليش؟ يعني الغيرة يعني شنو تفسرها أكثر من الغيرة أنت شخص ما مأجل زي شا تقول لهم؟ صدرانا ومفهميني أهلي على الريح ها هذا الهدوء اللي بيبدل يغرك من الجهال بغصني شايل طابوق لا تهزني طابوق الجهال يعورك ويلي أحلرني ها؟ اي بتاعد مئة متر مو أقول له كي يعني محطة دفاعة هنا شون 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 عيدنا لبيات؟ شجرانة؟ ومفهميني أهلي على الريح نعم هذا الهدوء اللي بيبدل يغرك من الجهال بغصني شايل طابوق لا تهزني طابوق الجهال يعورك ترى أنا متحمل اي تحمله هواي مو كل شوية كل شغل تكتب جديد يعني حسب الظروف وحسب يمر شهر بدون جديد؟ لا 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 يمر؟ لا لا يعني حتى وان كان ما هو معلم فالكتاب ميسر يعني أختنا تساعدك بخلق هذه الجو؟ أكيد يعني كان بالبداية شوية الموضوع تعرف غيرة بعدين عرفت يعني ان هذا المجال نحن بيو الضبقة هي تحييئ للأجواء اللي اخذ رايحة بالقصائد يقول لي هذا حلو هذا مو حلو وشون اذوقها؟ كلش حلو صريق والله؟ اي والله واتفائل بدوقها صراحة اوه وشوف مدام الإنسان يحبك لازم تتفائل بي أكيد خلينا نسمع الجديد خلينا نسمع قصيدة برأيك كيف؟ اي قصيدة؟ اي براحة بس قبل القصيدة ابو الأكبر شايف انه من تكون بحيرة من امرك مرات والله ظلانا حتى على الغريب ما نعتب ما نعتب على الغريب من تشوف انه الناس القريبة من عندك واللي انت حاط املك بهم وثقتك من يخونون هاي الثقة من ما يوكفونوا اياك فتشوف وتتساءل تقول انه انا بعد اني عايش وهيك العالم وهيك صار يعني وهيك صار يعني نموت نموت اياه يتذكرني فهي عتب بدافع الحب هالي بفراقي هم زينين هالي كانكم نسيتوني بعدها صوري على الحيطان لو من كل شي شلتوني هالي بفراقي هم زينين هالي كانكم نسيتوني بعدها صوري على الحيطان لو من كل شي شلتوني هالي بفراقكم مو زين سهل دموع بعيوني هالي فرهود عافيتي الهجركم صارت وساكت أبد موقوعا لا صير سالوفا بحلك شامت الله هالي تعبان تعبان والدنيا قعد واهس هوي همي هالي محتاجكم يمي الله الله هالي تقولون صاري شبير ترى لي هسي أستهضم ودور وين حض نمي هالي شاء المنحتي هل تبزني وتحرق بدمي هالي محتاجكم يمي وأنا تارس جيوبي الخير بس محتاج لشلونه محتاج لشلونة كأنش غلطان وياكم وقولا ثمن خلت فعل هل شو خلصت الدمع على طار حروفكم أنقى ترى ما باقي شيء للموت هل يلعب رحب الإعدام إذا مو صوتكم يفزع أنا ما ريد أتعبكم أنا ريد أقعد بستكم هل حتى منطيح بضيج لا تشيلوني صبروني هل شاهيش تنسوني هل لا كل شي تقطعوني فترة وفترة ذكروني سلام عليكم يا أخي أنت شاعر مهم الله يعزك بالأكبر بالله شاعر مهم الله يسلم أقسم بالله شاعر مهم أشكره هل تارس الجيوب الخير بس محتاج لشلونه أي والله العظم مرات تشوف أنه كل شي عندك ما تحس إلى قيمة بقدر ما أنه وجود أشخاص في حياتك أو وجود أكو أكو مرات أشخاص يا أخي يا أخي عايش حياتك أنت عندك لهفة لللقاء وياه بالحديث أي فهو هذا يخلق عندك أنه كره لي كل شيء بحوالي هذه اللحفة اللحفة التي صارت عندك بعدها لو بردت والله هي أكو أشخاص تبقى تبقى لهفتك تجاههم موجودة لا أنا أقصد هؤلاء اللحفة التي نسالف عليهم لا أكيد تبقى برد يعني بردت؟ ما هو سبب برودك؟ نحن ليس محطة بكيف الشخص يمر علينا لا والله والله ما هو سبب برودك؟ الصدمة زرعت بي كل هذا البرود مصدوم ومفتعد عني البشر ليس من قلب أنا ربعت خيلة وعافيتي ماء عافي عليك وقلت عطشاني نشبعهم شرب وقمت أصيح رباعتي رباعتي تدور رضاي بس لقيت رباعتي تدور غلب يا وشفة والله بيك البركة الله يعزه بيك البركة الله يعزه ناخد فاصل ناخد فاصل مشاهدينا الكارم فاصل ونعود مع كناري القصيدة فهد عادل الله يعزه مشاهدين الأكارم عندنا وياكم بالبرت الثاني وظلوا ويانا شون البرت الأول وجودك شون تقلق أنت بالمناسبة ها مو بالبرت قبل البارت بس عافي عليك الله يسلم قدرت تكسر هذا الحواجز الحمد لله بصراحة مو شغلة جديدة اللي ما متعود على الكاميرات والكادر وكذا يصيبه شوية وجل وارتباك أكيد تفهمني شون؟ بس عافي عليك الله يسلم عافي عليك أشكرك هذولة اللي يدورون غلب هاي الله يعذنا وياكم نعدهم آمين يا رب الله يعني بصراحة مو مرات اكو اكو هيجي يعني يمكن فلسفة انه تلقي إنسان عصبي هاي سير عدي أنا شخصيا بس أنا عصب ويا من مثلا يعني مو عصب ويا الناس الغرباء ويا الناس اللي تعزهم ايه تعصبيهم كلش عصبيت ايه أمون عليهم شايف أمون عليهم خاف هما من هذا الجانب لا أكيد يعني احنا اكو اكو اشياء مرات انه انت تحس بها حتى ويا الاشخاص انه ما يعلنون اليك هذا الشيء لكن هما ينتظرون الفرصة انت تحس بداخلهم انه هو ينتظر الفرصة اه ايه يعني ملامحهم تصرفاته متبين ايه 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 زين عندك رسالة توصلها لشخص معين يعني شو ما من رسالة متى الا الاشخاص اللي دائما ياخذون اشياء مولهم حرامية ايه اكو حرامية واي اكو حرامية يقول لي قل لي ما اخذك من عندي هنيالة قل لي ما اخذك من عندي هنيالة اكو حشايات تخلي يحطهن ببالي واهنة قل لي يقول تكتل شارة العشاك تتعدال حرقة قلبه حسبالي لا والله كيف اك ادري ايه احد ايه هذول الاشخاص اللي وصلهم هم اللي بصراحة خارج القصيدة اللي راحوا من الممكن نتمناهم ورجعون اذا كانوا يستحقون اكيد تتمناهم ورجعون لكن ما يستحق شنو شنو لذة الامنية من وجوده او لذة وجوده شنو اذا صاح التعبير كل الواحد يزرع يتمنى يحصد ايه جيد اكيد زراعته حصدت لو زراعته ما حصدت والله هو بيشقين انه انت مرات تزرع و المردود يكون مو اللي انت منتظره ايه شايف هاي من تزرع الفرح و تحصد الحزن اوه طيب مو علم هذا الموضوع فما عد النجم ما عرف شنو اسهيل الحاضر ما عد النجم ما عد النجم ما عرف شنو اسهيل الحاضر اجا و عباه نسلاله دوم على الاريدة الناس تركض ليش البشر شوعينه تركض على المومات اوه ما شبعانين ها ايه 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 والله ما شبعانين ايه والله ما شبعانين بعدهم ما ممكن فيهم يا الله ايه هذا كوهيتشي مرات هذا الوجع والألم يسبب لك صفنة فهو يقول اقل صفنة بعشرتك تاخذ الاسبوع اوه وحسب وعدك جوزة الشهر يسوي ايه والله ايه والله صفنة انت ايه يعني انت مرات تحاول حتى الاشخاص اللي يجرحونك انه تنتقي الكلام وانت تسولف عنهم حتى يعني منطيب اصلك ايه الله يعزك والله منطيب اصلا اللي يسول فيه شيء منطيب اصلا لان هذا سالف انا كل اللي اشتعجبني نعم هذا منطيب اصلا صارت مشكلة بين رجل وامرأة نعم اللي امرأة هي زوجتين فا اصدقاء اللي اللي دائما يقضي يومه وياهم عمله وياهم قالوا ليه ابا سولف ابني ماذا الموضوع عريب نتدخل نصلح الموضوع نصلح الموضوع شوفوا الجواب قالوا ماي عرضي ما اقدر اسولف لكم عليه الله شرفي الله اتفاقمت المسعلة اتفاقم الموضوع انفصلوا قالوا ليه ابا انت انفصلت شنو سبب الانفصال سولف لنا لعله انه نقدر نعالج الموقف قالهم لا ما اقدر اسولف لكم لان هسا صارت عرض الناس يا سلام اكو شرف خصومة بالموضوع بالله بالله اكو شرف خصومة بالله جيد مرات يعني هي كأنما كلام لجميع نحتاج شرف خصومة بالله صبيحة الله يرحمه عنده ابيات الله يرحمه كل يش تعجبني هاي الابيات انا شوف هو 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 يهجي شاء يعفو يهجي شخص لكن منطيقة دره يقل ودر انت نجم ودر النهار وياك باتشر لي الباتشر لازم اندلك الله 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 مو شرف الخصومة انا انا اعرف انت منه ايا انا منطيق حقك نعم منطيق حقك بس انا عندي عندي عداء وياك الموقف معين يعني هذا الموضوع كله سبب لك صفنة صفنت هاي ليش موجودة والتساؤلات اللي بداخله وأكيد الصفنات تاخذك البعيد وتوديك لأماكن ولذكريات ومرات تتمناها بأماكن معينة يكون اقدر ورجع الفات يكون اقدر ورجع الفات شا ضميتك بروحه وتقل للناس هيعونك وصفنات القضة بالليا لقضيهن على عيوني لا يا ربك انا ما عشت عمره وياك بس ما يسوى من دوني اي والله ما يسوى اي فأكيد يعني التساؤلات وهذه الأمور دور بأذهان شنة أمنية أنت شنة أمنية اي اي انا شنة أمنية لشخص التمنية انه يحققها لكن الله ما قدر الله ما قدره؟ والله عافية اي فراجع ويسأل علي اي اي وعيوني يقرأ الندم بدموع البخده ندمان وبحسرته يلمح لي على الرده اي قلوا له مو مشكلة مو مشكلة كلش طموحة حلو بس حلمه مو قده قلوا له يحلم بكده وين كم وين شن نبيتكم؟ انا ادري وين كم؟ وين شنت اي ما تعرف خيري لما نجرب غيري نأخذ قصيدة يا رجل نأخذ قصيدة ما يحتي الزرع بس ينعرف ذبلان ما يحتي الزرع بس ينعرف ذبلان بس ينعرف ذبلان بس ينعرف ذبلان منا نسئل عنك وجهي ينطلوان وهم جدمي على غاية سدة الموضوع يكره ثقل جدمه بركضة الحلماء ما يحتي الزرع بس ينعرف ذبلان منا نسئل عنك وجهي ينطلوان وهم جدمي على غاية سدة الموضوع يكره ثقل جدمه بركضة الحلمان الما تاخذ بحجية ويسأل من الطيح تحس بي شامت من يقول وين فلان الله ما أنهضم لو تعبع لقدك شان ورد ذبل شك وحطيت لك بستان آه ندري ما أنهضم لو تعبع لقدك شان ورد ذبل شك وحطيت لك بستان أضحك عالعذر مدرع لروح وياك اتهمتني وشهرتني تقلي زلت لسان شي يفيد اعتذارك من ورا الحلفاء ما نتراهم ونت اهلال وبعاشور وانا اهلال آخر ليلا من رمضان حليم بفطرتي ما نتراهم ما نتراهم انت اهلال وبعاشور وانا اهلال آخر ليلا من رمضان حنين بفطرتي على المطر دمعي طيح الله اللي يفارق عادي عندك عندي موت انسان اباوع للقطار وظني من يفوت من قلبه اليسافر يطلع الدفان الله نفسك انت ما تعرف شنو يرضيك تذبح شايتك ويصفق الشيطان ما تنعرف نيتك بيضة سودة تصير الله يرزقك من تقول للدفان اسهامك تجي بصدره وظهر ما منطيك اكسرهن وغازل جفنك النعسان ومن دم جرحي كمحا يطر سمتك بي دمي بمنطقتكم تأرس الحيطان الله لو تعرف احساسي شلون اشتوياك احساس اللي انبنات او من نخوينها لا يابا ويجوا واحد يقولك اتغيرت ليش انا ادري والله العظيم زينو هذا الضيم اللي انا ما ربيه تدري شنو المشكلة ابو الاكبر المشكلة انه مرات شخص يعني هما ما ينتبهون على افعالهم بقدر ما ينتبهون على ردة الفعل تجاه افعالهم شينو يعني يباوع التصرفاته على انه هي حسنة ويباوع التصرفاته انه انت قاسي وياه وانه انت اي انا مشكلة صحة اش حسبة لبعد القلب دقاته ويخطوته كل نايمت قاعدة لا هسه كل شي اختلف وقلوا له عن قاسوة تعلمها من عنده اوفا 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 نتيجة الافعال هذا الوجع والجرح كله اكو شخص يضم ده ايه يعني مرات انه انت تشوف لك شخص يصح هو دواء ومرات تشوف اللي باقي بيك ما يرهم لأي دواء بالدنيا فهد الناس القريبين اليك والروحك وكفوا يكو بحزنك والله للأسف لا يعني اوجع ما انه تشعر بي انه انت تشوف الناس القريبة من عندك مو فقط ان توقف محايدة لا انت تشوفهم سبب بهذا الحزن هم سببه هم سبب بهذا الحزن اوه يعني ايه فشجاك بنصحزن روح تدق طبول وتغني اه شجاك بنصحزن روح تدق طبول وتغني شجاك استأمنك بيه ارد والقاك كاتني قلت لك شم عصيرا شاب نص الظهر تشعلني وشنه هذا التناقض بيه اذا لاقيك تشتمني من نديرا ظهري تشتمني اوه مشكلة هذولة مشكلة شبيرة ايه والله مشكلة للأسف كل الاشياء لها سبب ايه صح واجعلنا لكل شيء سببه اكيد الحزن على سبب الشعر على سبب الفرح على سبب شنو السبب اللي يجبرك تكتب القصينة والله هي الأسباب عديدة لكن الجمال يجبرك انه تعيش يجبرك تحب الحياة واني يعني الشعر السرح اذا كان عد عدوي احب فكاتل ومكتول عدنا لدنيا موت جيد ينذكر طاريك ويصير الصلح الصبح عدنا بفكة عيونك يصير والصبح مو اللي يبدي من الصبح الناس سارح بالها بهم الحياة وانا سارح بالي في الشعر السرح الله بتيها المشيتين فهد اكو متعلقات بالبال يمكن ما تنمسح بسهولة اي ضلت منهم ذكر الاهزاء الموجودة ضلت منهم هواي أشياء نحاول انه تخلص من ادها وما لقد غربة ياضيك الحدائق للوحيد يكزبر شمامر هوي حرك الشجر اي يحظن بروحة ليجبال النسو يبدي يتلمس بطعنات الظهر اوه منطري تنسى وتلقاه والسوابية اي اكثر شي تنسى لعنا هالفترة شنوه شايف هذا يقول لك يمتة ويمتة وما تلقى له جواب اي السؤال اللي دائما يتكرر يمتة محل الحياة بالتعب اي ومحل التعب عينك يا لذته شفتك ومديت ادي لسه ما وقمت اندي عيارات لو انحس فد لحظة بسنينة خلي نسكت الخلق يوم يا جاين سيل ما كملت دينة الله الله بس ايوان اتكملتك ايو الحمد لله الحمد لله الامور طيبة اكو جروح تنحب وكو جروح ما تنحب اكو حزن ينحب اذا كان الشخص يستحق سولفنا بالبداية وقلنا قلنا انه اكو اشخاص تخليك تحب التعب لأجله قل لي حبني حبني اردعيش بهنه مو كاف ذاك العمر خلصت بالقوة خلينا ضيع البقن بعيونك الحلوة يالكل شي لك يختلف حتى الحزن يختلف فغم حزني لو مائلك بطعم ما يسوء الله اي الله الله ناخد قصيدة قصيدة شايفاي انه مرات تشوف لك شخص يصير هو كل الأشياء بحياتك وتحس عوض عن اللفات كله نعم تحس هو فرحتك هو كل شي لك بالدني فيا فرحتي ويا مكسبي بهالعمر جيد يا اجمل احساس احتويته بفهم لو لوحة صارت الدنيتي بلا يشك انت احلم باللوحة من في الرسم من تبتسم املك شك بهالارض واجناها حس عندي والوحة النجم وتتراكض الدقات وسط القلب وتزيد ركضتها على لفظ الاسم والدنيا تحلب عيني وارجع طفل وابني بضحكتي ولو رحت تنهدم ومن تضحك من تضحك الله ليعلم بحالتي هاي السوالف كلها من تبتسم عندك مشيتك من تضحك من تضحك الله ليعلم بحالتي هاي السوالف كلها من تبتسم عندك مشيتك وقفتك نظرتك هزة الطول وتضاريس الجسم والشامل بخدك ولون الوجه من يبتدي بلون الخجل ينختم ولما تعيونك من تضكها الشمس تلمشكه بروحه وما يظل بعزم ولما تعيونك من تضكها الشمس تلمشكه بقلبه وما يظل بعزم أجمل تناقض شايلة بنظرتك نظرات عينك بين حرب وسلم نظرة براءه ونظرة عفة وخجل نظرة شموخه ونظرتك تلزلم انت لحلام الالهما خططت انت لحلام الالهما خططت وانت الحقيقة اللي ما شفتها بحلم لهالسبب لو لوحة اصبحت دنيتي انت حلموا باللوحة من ترسن الله يسعني جنن هاي القصيدة جنن هاي القصيدة ناخد فاصل ناخد فاصل مشاهدين الأكارم فاصل ونعود إليكم مشاهدين الأكارم وصلنا وياكم للبارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع الحبيب فهد عادل شون هنشان البارتين الحمد لله ووجودك ووجودك سؤال نسيت اسألك ياه بالبداية نعم شونك انت كشاعر جامعة وطلاب وكذا وهاي التفاصيل أنا بالبداية شنت متخوف من هذا الموضوع يعني قلت يجوز راح يبعدني عن الشعر راح يؤخر بكتاباتي وهي شي موضوع لكنه أنا لقيت الجو بداخل الجامعة جو شعري أضافة إلى أن الجامعة تدعم الطاقات اللي بداخل جيد فأكون الندوات الصير أنت بها جامعة أنا جامعة المعقل كلية القانون إن شاء الله هي مرحلة ثالثة هذا رابع إن شاء الله إن شاء الله نشوف القاضي من قضاة العراق أشكرا هل هناك شيء بالأمنية؟ أكيد يا الله يا الله أكو بعض الأحيان شخص يعني ما يتواجه يعني يتهرب من مواجهه نعم أنت من الناس اللي يواجهون له من الناس اللي يتهربون من مواجهه يعني بينه وبين أكو مرات حسب الظروف؟ أي أكو مواجهة تشوف أصلا الانتصار بها ما بيلد له أو تشوف الانتصار بها يقلل من عنده هذا يذكرني بما يقال عن عنتر العبسي أي في يوم من الأيام هرب من ثور فكلها ظلت يعني أنت عنتر تشرد من الثور فقلهم قالهم وما يدري الثور بأني عنتر أي والله شعلا دره أنه عن عنتر فأكو مواجهات تقلل من عندك زين حسنا سألتك وقلت لك فهد أريد قصيدة من عندك للناس اللي ما يعرفون فهد عادل تقلهم هذا فهد عادل ماذا سنقرأ؟ نقرأ أمس بالقوة على الدليل أمس من روحي قم تخجل بشية ودمعي مرقيعان شوقي وخضر اليذبة أمس بالقوة على الدليل أمس من روحي قم تخجل أمس من روحي قم تخجل بشية ودمعي مرقيعان شوقي وخضر اليذبل أمس من دورت بيهن شفت بس موت صورة حل أوف حتى الفجر مربية بخنقة فجر أول يوم من دونك أمس كل الحش عيونك الله الله أمس ما قدروا يا نشرد أمس تذبحني لشلونك وحس كل شي انقلب ضدي أمس عمر القمر جرحي حس كل ما خلص يبدي كل ما خلص يبدي دليني بمفاتيحي بمفاتيحي أريد أتأقلموا يا الناس إذا فكرت تدق بابي قبل من يحترق قلبي بشن تسيطر على عصاوي احترق قلبي وبدأ الدخان يتجمع حذر عيني أظل بصورتك صاف وردي الوعي من تطفل جقارة وبيدي تشويني أمشي أمشي ومو كره للناس بس هو صد الباب البيت أذكر منه ملاقين تهت ياه ليدلين سلامه الله 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 يسلم هذولة شفرقهم عن البقية؟ شفرقهم عن البقية؟ هذا السؤال دائما أنه أحير بجوابه بيني وبين نفسي هاي أكوابيات لي مرء القيس يقول لقد فضلت ليلة على الناس مثلما على ألف شهر فضلت ليلة القدري فشونش فرق عن الناس أول مرة أحس بروحي إنسان عاجز عن جواب اللي يسئل منرادونا وصفت صنم ضليت وهل يسألني عنه تشاردة قلمنا قلهم حلوة ظلمت أنت إنراد ما وصفت بأي حجاية سهلة وصفت بزليخة وجاوبت لا صدقوني لأحبها هوا يا أحلي كيف حالا؟ لحبها بليا كل الشعيون هكبار قبل أن تشارد الزليخة تخلي كحلة يا طلع الزليخة تخلي كحلة بكياج ويكاف الفراعنة كانت رجال الفراعنة يخلون الكحلة نعم تشتاقلهم أوه أولي يا ربك أولي يا أبو أموت على هذا الحجي يا أبو الأكبر كل شيء فاقدينك وحتى اعتبت بابنا استاحشت للك كل شي عدنا يصيح وينك فاقدينك والهوام صوفر يمرنه عدنا لي شبهوك لكن ما يعوضوك أربعينك الهسة نفس الحرق بينش مات باشيا على هجرة الهسة نزعل من دورك وانت ماكو وما نعذرك انت صدمة الهسة ما مستوعبينك فاقدينك الله 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 يسلمك الله شوف أنا عاكو بيت كل ش أحب فيه قصيدة هي شي جديدة مقروعة مو قصيدة جديدة ما مقروعة نعم بس اتمنى تركز به نقول شفتهم لمعو وكضيتهم جناي وبعد فترة شفت زنجار بيديه الله توقعتهم ذهب وطلعوا حديد الله الله مو مظاهر اضغرنا مرات مظاهر اضغرنا دائما نقول احنا احنا ما عدنا عيون ثاقبة تعرف ما بداخل القلوب ايا انت مو سونار حتى تكشف عنها النواية مشكلة يا اخي النواية 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 مليت الوجوه لشنها مطليات كل موقف تذب من لونها شوي وبعد كافا خدع مو كل شي ابيض زين مرات الشكل اصدق من الني لا يا الله الله شوف فهد انا اعرف وعلى يقين انه من الممكن واحد يضحك يجذب نعم بس انا عندي مشكلة وما اقدر استوهب اللي يبجي يجذب اللي يبجي يجذب فهي شي يقول يقول معقولة علينا كانوا يمثلون ايه وشخصية العاشق فكرة وهمية ام يا اخي نفرض مثله بس شانه ويدمعون شا حتى البواجب وحقيقية وما بالغ احكي لك مثل ما هي نعم قبل من معرفتهم شي يبا ما بيه الله الله ايه والله ايه والعوض على الله الحمد لله الامل بالله شبير اكيد ايه الحمد لله انت عندك انتمال منتدى او كذا اكيد ايه حاليا لمنتدى الطريق منتدى حديث النشأ لكن الف تحية لهم جميع الف تحية لهم جميع هواي جاي يتابر ويقيم جلسات ومستمرين ان شاء الله جيد في اشياء جديدة هواي حلو وشون الحركة باقي المنتديات والله حركة حلوة انت متواصل وياهم جميعا متواصل وياه يعني هذا المنتدى وياه هذا المنتدى ما اكو خلاف لا لا ما اكو ما اكو حاليا يعني موجودين لكل اصدقاء حتى اكو تنظيم بالجلسات حتى ما يضاربا لطيف مقرر قراري مقرر قراري وبلشت ما حن ولا سامح احد اه ولا داري عشرة ولا ملح لما يداريهن ابد الحنية طيبتها القلب لان الله يرحمهن بعد لا والله اللي جرحني يتلقى الجرح على الروح ما يتبدى بطلت ما سامح بشر من هسه وحده بوحده اهنيك والله ايه؟ والله اهنيك ولازم هيج؟ اريد اختلف وياك بنقطة نعم انه هكو ناس يرحون نعم واثرهم باقي وتحاول تنسه وتمسحه وانت مقادر هاي المشكلة يقول مرت شمسنه وبعدك براس الدك اوه 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 يبارد مدري ليش اسوال فك تحرك تحرك يجي غيرك ايه وصبر الروح وامشوا اياه ايه ويجي ذكراك يدور وين بي يا خياط حتى يشك اوه ولك سويها لله وافهم احساسي سويها لله 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 ولك سويها لله وافهم احساسي اشد حيلي ايه ولملم بالبقى من الضال وطلع القوة من قلبه تجبراسي تجبراسي الله وقالولي قالولي تجينا بحلم حتى تفض ايه وقلت ليامي حضرا نروح شن للجاي راح اقضي شن مغمض الله الله مبين على المفارق اسمع اسمع يقول مبين على المفارق ناس يلو داثن شلون منتخلص الجقارة وينكشوي صبعة ويضل صافن الله الله يموت على الوقت ايه والله فهدو ما عندنا بس دقائق قليلة وراح نختم حلقة اليوم شكرا اليك شكرا اليك شكرا اليك الله يعزك قبل ان نكمل بهذا الموضوع عنده شيء سؤال او سؤالين ايه امنيات القصيدة كثيرة ايه صح؟ بوح ليسر من اسرارك وانت تتمنى تقرأ والله والله هو الامنيات بالاماكن موجودة مو ما موجودة لكن انا اتمنى انه اقرب مكان تكون بوالدتي موجودة ويالجمهور هي دائما انا اخذ رأيها بس حلو مرات من تشوف مثلا يعني يعني تخليها هي تشوف اذنها شنو جاي سوي بلحظتها وراح تسيطر على روحك اذا دمعت؟ هكو دمع فرح؟ ان شاء الله ان شاء الله اقدر اسيطر والله انا بالنسبة لي ما اقدر اسيطر راح نقول ان شاء الله نقدر ان شاء الله ان شاء الله المكان اللي يواصل لانت حاليا نعم مقتنع به؟ اكيد يعني ما تحس انه ما مقتنع يعني انه هو هذا السقف لكن مقتنع كخطوة انه انا خاطيها واصلها السل الهنانة اكو خطوات جاية حسب دراسة لو عشوائية؟ هي مرات تكون حسب دراسة وهذا يجرنا الهم لموضوع ثاني انه انا بالكتابة ما اكتب لغرض الوصول اراعي اراعي ظروف الوصول بكتابة القصيدة لا اكتبها بهذا الهدف اكتب احساسي اي اكتب الاحساس احيانا يكون بدراسة واحيانا عشوائي مو عشوائي وانما مو بدراسة منتظمة جيدا زين شنو راح تقدم النا قصيدة الختام؟ قصيدة الختام شنو نقرأ؟ اللي تحب انت؟ وش داني؟ يلا مو قتلي ما نفترق ودلال نقضي العمر نتونس على الجمر ميهم نظاري الحرق صوتي وهويتك صدق شبيه وحظنتك حظنوانك تلتها بداي لسنين لمورده اخ ما شن تعرفك جرح بس على هيئة نده الله فقصتك حرقت قلب ولوم النفس والألم ذن كل من الوحد حرقان قلبي خلص بس بالملامة ابتده لها ضمني توعد شنو تبيه شلت مثلك ادر كان من الأول قلت ما اعتقد نستمر شاماء بنية الحلم الله ولا صدق الضحكتي شويطة بكتصعدت من مرقطار العمر الله الله من استوطنت صفنتي ترهيت وتبطرت ومنيتها كانت شنت شما قلتلي اللي يسد عينه ويلم ضحكتها يطشرها لما نفست شا والله ما غملت الله الله شا هسا مننا نجرح ما قولن استعجلت رديت من عشرتك من كل شي ما اخذ حذر ما قبل اجوه يتفق بس أشرد من الصور وما باقي بي يا ثقة رديت من عشرتك من كل شي ماخذ حذر مقبل أجو يتفق بس تشرد من الصور وما باقي بي يا ثقة واصل صرت مرحلة من الغيمة حذر الشجاع سلام سمعت قايل علي يرد من يشتاك سمعت قايل علي يرد من يشتاك صح هذا الحجي لكن عبر وقته بيت أحلامنا البانين أنا وياك هدمته وشكو مرسالي لك مضموم بالكنتور بليل البارحة حركته وخاف صورك تهزني وجي مشتاك بشرك كل شي الوذراعي شقكته وسلام كل شي ما يربطنا بيهم خلصنا في أمان الله اختم 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 قول لسيد المشاهد وجعتني واثرت بداخلي شجن الشعر وشجن الجمال هذا الإثارة من أجل الكتابة شكرا لك شكرا لك شكرا للطاقة الجميلة الإيجابية شكرا للحوار اللطيف والله أعجز أن أرد على هذا الكلام ألف تحية لك شنو تقول لسيد المشاهد بالبداية أقول شكرا إليك الله يسلمك وشكرا للأبطال اللي موجودين خلف الكواليس ونشكر أيضا المشاهدين لوقتهم ونتمنى أنه ما أثقلنا مسامعهم ويا رب الحلقة اتنوا رضاهم مشاهدين الأكارم وصلنا إياكم لختام حلقة هذا اليوم شكرا لكم وشكرا للوقت اللي انطيتوننا ياه وشاهدتونه انتظرونا بحلقات قادمة ويا ربي نقدر نلبي طموحاتكم وأذواقكم وثقافتكم العالية في أمان الله اشتركوا في القناة